اشتركوا في القناة حرف الجر في اللغة الإنجليزية كتيرة جداً مش عاوزين نركز فيهم دلواجه لكن هنركز في أهم ثلاثة فيهم النهاردة وهم in و on و at يلا نبدأ الشرح استخدامات حرف الجر in أولاً يستعدى من الشهور والسنين والمواسم ووقت اليوم ووقت الانتظار أمثلة The new semester will start in March The new semester will start in March يبدأ الفصل الدراسي الجديد في مارس In 2002 I have gone to US In 2002 I have gone to US في عام 2002 ذهبت إلى الولايات المتحدة Launch is in 20 minutes Launch is in 20 minutes الغداء في خلال 20 دقيقة The trees grow in spring The trees grow in spring تنمو الأشجار في فصل الربيع I go to work in the morning I go to work in the morning أذهب إلى العمل في الصباح نلاحظ أن حرف الجر in جاء بمعنى فيه في غالبية الأمثلة السابقة الاستثناء الوحيد هو عندما تحدثت عن وقت الانتظار جاء بمعنى فيه خلال Launch is in 20 minutes Launch is in 20 minutes الغداء في خلال 20 دقيقة ثانياً يستخدم حرف الجر in فيه واحد للتعبير عن وجود شيء داخل مكان ما مثال He is the kitchen right now He is the kitchen right now إنه في المطبخ الآن He is in the Texas now He is in the Texas now إنه في التكسي الآن قادم إلى هنا اتنين لتدل على لون شكل أو حجم مثال The jacket comes in for different sizes The jacket comes in for different sizes تأتي السطرة في أربعة أحجام مختلفة ثلاثة لتدل على مكان عام مثال I am currently staying in a hotel I am currently staying in a hotel أنا حالياً أقيم في فندق أربعة لتعبر عن رأي أو اهتمام أو معتقد مثال I believe in God I believe in God أنا أؤمن بالله يستخدم أيضاً للتحدث عن الأحياء والبلدان مثال John lives in London John lives in London John يعيش في لندن Marcello works in New York Marcello works in New York مرسله يعمل في نيويورك استخدامات حرف الجرر ON أولاً يستخدم مع الأيام سواء يوم من الأسبوع أو يوم معاياً من أيام الشهر أمثلة On Monday I will go on a journey On Monday I will go on a journey يوم الأسنين سأذهب في رحلة My birthday is on June 10th My birthday is on June 10th عيد ميلادي يوم عشر يونيو I will arrive on Friday morning I will arrive on Friday morning سأصل في صباح يوم الجمعة ثانياً يستخدم فيه واحد لتعبر عندما يكون شيئاً ما على سطح شيئاً آخر أمثلة The paper is on my desk The paper is on my desk الورق على مكتبي I am on top of the world I am on top of the world أنا على قمة العالم The apple is on the table The apple is on the table التفاحة على الطاولة اتنين يستخدم للتحدث عن الشوارع والطرق مثل The restaurant is on Smith's street The restaurant is on Smith's street المطعم على شراء سمث ثلاثة لتدل على حالة شيئ ما مثل Everything in this store is on sale Everything in this store is on sale كل شيء في هذا المغزن هو للبيع 4- يستخدم ليدل على جزء من الجسد مثل He kissed me on my cheek He kissed me on my cheek قبلني على خدي 5- لتتحدث عن أداء إلكترونية مثل الهاتف أو الكمبيوتر مثل He is on the phone right now He is on the phone right now إنه على الهاتف الآن استخدامات حرف الجر at أولاً لتدل على الوقت مثل I will meet you at 12 p.m I will meet you at 12 p.m سوف ألتقي بكم في الساعة 12 مساء ثانياً تستخدم فيه واحد لتدل على مكان محدد مثل I will meet you at the clubhouse I will meet you at the clubhouse سوف ألتقي بكم في النادي 2- لتعطي باردك الإلكتروني أو عنوانك الشخصي مثل Send me a letter at 123 Main Street, Florida, USA Send me a letter at 123 Main Street, Florida, USA ارسل لي رسالة في 123 الشرع الرئيسي أنتونيون الولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة ون nieuwe نادي شكراً للمشاهدة